السلام عليكم ورحمة الله جريمة بشعة تهتز لها منطقة الكرم أو دوار الكرم بعين توجطات والدرك الملكي يعتقل الجنات لفض إمام مسجد أنفاته الأخيرة بدوار الكرم قبل أسبوع إثر جريمة قتل البشعة في عراق بين عائلتين جارتين ينتمي الإمام إلى إحداهما عندما أنهال عليه شاب في العقد الثاني من عمره بواسطة عصى على مستوى الرأس ولاد الجاني بالفرار إلى وجهة مجهولة قبل اعتقاله على الفور من طرف رجال درك عين توجطات وحسب مصادر محلية فعناصر الدرك الملكي بعين توجطات حضرت في وقت قياطي بعد إختارها بالحادث إلى مكان الحادث وقامت باستدعاء سيارة إسعاف ونقلت لفقه إلى مستعجلات مستشفى محمدين الخامس بمكنات لتلقي علاجات الضرورية قبل أن يفارق الحياة بتاريخ أربع من الشهر الجاري بالمشفى بسبب الجروح الغائرة التي لم ينفع مع علاج وأضافت المصادر أن عناصر الدرك الملكي تحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي بالحاجب تمكنوا من توقيف اعتقال الجاني ووالدتي وخالتي في وقت وجيز من ارتكاب جريمتي البشعة بعدما تمكنت عناصر الدرك من التعرف على هويته ومكان تواجده بواسطة هاتفيه وتم استدراجه من منطقة بودربالة التي يقطن بها على بعد حوالي 20 كم من مكان الحادث واعترف الجاني بجريمتي أثناء البحث التمهيدي بمخفر الدرك لعين توجتات وأوضح أن الحادث نجم بسبب عراق بين عائلته وعائلة الإمام بعد شجار أطفالهم وتطور إلى تدخل أمهاتهم وتبادل الرشق بالحجارة وتدخل الضحية للدفاع عن زوجته وفي غفلة منه باغته القاتل وانهال عليه بعصى على مستوى رأسي أنهت حياته على الفور وقد جرى وضع المشتبى فيها الرئيسي ووالدتي وخالتي تحت تدابي الحراس النظرية قبل نقلهم إلى المركز القضائي بالحاجب تحت إشراف نيابة العامة المختصة والاستماع إليهم في محضر قضائي في المنسوب إليهم قبل إحالتهم على محكمة الاستئناف بمكناس التي قررت متابعة المشتبى فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تولال في انتظار انطلاق أولى جلسات المحاكمة